وبعد حمد ملهم الصواب وكاشف الأصواب والتحيات الكاملة المتواصلة الشاملة في فيديو اليوم سوف نقوم بحل وشرح اختبار في مادة اللغة العربية الفصل الثاني لتلاميذ السنة الأولى متوسط النموذج رقم واحد أو النموذج الأول وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات ليصلكم كل جديد والآن لنبدأ اختبار في مادة اللغة العربية أولا لدينا السند السند نبدأ بقراءته الإعلام الآلي السند أو النص نتكلم عن الإعلام الآلي الإعلام الآلي في حياتنا له دور عظيم وما يزال في تطور مستمر ليشمل أكبر عدد من الميادين فقد أصبح في أيامنا يحتل المرتبة الأولى في مختلف مظاهر حياتنا اليومية لذلك أو ذلك أن هذا العلم يؤثر في كيفية تنظيم المجتمعات وعاداتها بصورة عميقة نظرا إلى أن الثورة التي نعيشها في ميدان الإعلام يمكن أن تساعد على بقاء أو إبقاء القيم الثقافية والمحافظة عليها أي المحافظة على القيم الثقافية والمساهمة في نشر التراث الثقافي للمجتمعات مساهمة كبيرة كما يمكن أن يساهم الإعلام الآلي في تركيز مجتمعات جديدة قادرة على مجابهة التغيرات العميقة والسريعة التي سجلت داخل هذه المجتمعات وتوجيهها لصالح الإنسانية وتسهيل التفتح على الثقافات الأجنبية في الخارج لأخذ ما فيها من إيجابيات أفهم النص أو الأسئلة أولا سنبدأ بأسئلة أفهم النص أو أسئلة البناء الفكري وهذه الأسئلة تقريبا أو ديما يكونوا على النص يعني أسئلة سألنا عن النص يعني إذا فهمت النص سنعرف الإجابة على هذه الأسئلة أول سؤال عندي أفهم النص استخلص فكرة عامة مناسبة للنص يقول لي فكرة عامة معناها على وش يهدر هاذ النص فكرة عامة عن ماذا يتكلم هاذ النص أو هاذ السند نروح الآن للنص الآن عرفنا أو قال لي بلي هاذ النص أو أعطيني فكرة عامة على هاذ النص نحن وش نعرف على هاذ النص هذا النص على وش يتكلم هاذ النص يتكلم على الإعلام الآلي نحن بدأوا نكونوا محددين الإعلام قال لي على وش رو يهدر لي هنا أو على وش رو يشرح لي أو على وش رو يخبرني هنا هنا رو يهدر لي على الدور متاع الإعلام الآلي في حياتنا اليومية لأنه هنا وجه قال لي قال لي الإعلام الآلي في حياتنا له دور عظيم يعني رو يتكلم على الدور متاع الإعلام الآلي في حياتنا اليومية إذن الفكرة العامة هنا اللي رو يتكلم عليها النص أو الموضوع العام اللي يتكلم عليه النص هنا هو الإعلام الآلي أو إذا بغينا نكونوا محددين قلوا الدور Matthew دور الإعلام الآلي في الحياة اليومية السؤال الثاني الآن ما هي مكانة الإعلام الآلي في حياتنا اليومية؟ أخي قلت هنا بلي أسئلة الفاهم لازمني ديما الأجوبة نستخرجها من النص يعني إذا فهمت النص نقدر نجاوب الآن رح نشوفوا النص الآن رح نروحوا بشي قلنا قالنا المكان انتع الإعلام الآلي هنا روش تكلمني في الإعلام الآلي قال لي الإعلام الآلي يلعب دور عظيم ودور هام في حياتنا اليومية فهو قد أصبح في أيامنا هذه يحتل المرتبة الأولى في مختلف مظاهر حياتنا اليومية إذا ما هي مكانة الإعلام الآلي في حياتنا اليومية؟ مكانة الإعلام الآلي أو الإجابة هنا للإعلام الآلي دور عظيم في حياتنا اليومية وقد أصبح يحتل المرتبة الأولى في مختلف مظاهر حياتنا يعني الإعلام الآلي عنده دور عظيم أو دور هام أو دور جد كبير في الحياة اليومية ينتعنا وأصبح يحتل المرتبة الأولى في مختلف مظاهر الحياة ينتعنا ثالثا الآن استخرج من النص أضاد ما يلي أعطاني زوج كلمات وقالي استخرج من السند أو من النص الضد أيت نتعهل زوج كلمات الكلمة الأولى وهي سطحية والكلمة الثانية وهي دونت حابيت نقول كمبلي حتى وساعات يقول لي استخرج من النص يعني في بعض الأحيان كيقول لي استخرج من النص أغться أو من السند كاين في بعض الأحيان ما نلقاش الفضد أو المرادي في الكلمة هذه الي قالها لي في السند كي ما نلقاش لا نرح نديرها أخرى في الضد هي ناكز عن أحد 중 يعني ما كانتش في النص درتها في الضد إذن أولا نحن نجد ضد سطحية وضد بتاعه دونت نحن نشوف النص الآن أولا ضد سطحية هو عميقة التغيرات العميقة السطحية وضدها عميقة أو عميقة نبي صورة عميقة سطحية ضدها عميقة أما بالنسبة لدونت دونت ضد التاحة ما كانش في النص هنا أنا كما نجد في النص سطحي قلنا لازم نديره من عندي مثلا نقوله نسا سطحية قلنا الضيد نتاحة هو عميقة والضيد نتاح دونت قلنا نست أولا باش نعرف الضيد التاحة المساعد كما يقوليش استخرج من النص ولا ونكونت ما لازم نستخرجها من عندي وش ندير كما نعرفش نستخرج ضدها وش ندير نروح نحوس على المراد فنتاحة كي نحوس على المراد فنتاحة ثم ما نقدر نلقى الضيد مثلا دونت المراد فنتاحة هو سجلت أو كتبت أو مثلا نقوله سجل يا تاريخ يعني من التسجيل تدويم إذا ضدتها سجلت أو ضدتها سجلت هو نست يعني واحد تسجل حاجة واحد تكتب حاجة واحد هذا الأخر نساها يعني نست الآن السؤال الرابع قال لي أذكر إيجابيتين للإعلام الآلي من النص سنذكر زوج إيجابيت للإعلام الآلي من السند مثلا هنا وجق لي قال لي الإعلام الآلي سهم في تركيز مجتمعات جديدة قادرة على مجابهة التغيرات العميقة والسريعة هذا ما هذه مثلا إيجابية أو كما قلو ميزة التي سجلت داخل هذه المجتمعات وتوجيهها لصالح الإنسان يرحي وجوها لصالح الإنسانية وأيضا تسهيل التفتح يسهل التفتح على الثقافات الأجنبية يعني في الخارج خارج الوطن لأخذ ما فيها من إيجابيات إذن الإيجابية الأولى أو الميزة الأولى يساعد على إبقاء القيم الثقافية والمحافظة عليها أما بنسبة الميزة الثانية فالمساهمة في نشر التراث الثقافي للمجتمعات الجزء الثاني الآن أتعلم قواعد لغتي السؤال الأول أو تماني الأول أعرب ما تحته خط في النس أو سند إعرابا تاما عندنا الكلمة الأولى وهي يحتل والكلمة الثانية وهي الثورة الكلمة الأولى يحتل ولو إليه أو نعربه في المضارع مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستدر أما بالنسبة للثورة نعربوها اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ثانياً أو سؤال ثاني استخرج من سند محسناً بديعياً نحن نستخرج من نص أو من سند محسن بديعي المحسن البديعي هو وأيضاً نحن نذكر النوع من تعو المحسن البديعي في النصانية هو الطباق أو هو طباق لهو رح نحددوه داخل وخارج يعني الخارج ها هيك أو خارج وها هيك داخل داخل وخارج يعني ضد إذن المحسن البديعي هنا هو الطباق لهو داخل وخارج ونوعه هنا هو طباق إيجاب يعني لا يحتوي على أدواتنا فيه مثلاً لا لم بل هما فقط كلمة داخل وخارج ما النمط الذي جاء به النص الآن يعني رح نتكلمه على النمط انت عن نص هنا نمط عن نص نقول عليه إخباري إنه يتكلم على الإعلام الآلي راهو يخبرني أو راهو يعطيني في معلومات حول الإعلام الآلي إذن النمط الذي جاء به النص أو نمط النص هو نمط الإخباري رابعاً يملأي الجدول التالي بما يناسب النص أعطاني جدول في هذا الجدول أعطاني فعل ماضي فعل ناسخ مبتدأ مفعول مطلقة اسم فاعل ووزن هذا كام رح نستخرجه من النص أو من السند أولاً مش قال لي قال لي فعلاً ماضياً فعلاً ماضي لهو سجلت سجلت هنا هو فعلاً ماضي مبني للمجهول لكن هو هنا ما حدديش قال لي فعلاً ماضي مبني للمجهول أو مبني للمعلوم قال لي فقط فعلاً ماضي إذن فعلاً ماضي هو سجلت فعلاً ناسخاً هو أصبح الآن مبتدأ مبتدأ هو الإعلام ابتدأنا به الجملة الإعلام والمفعول المطلقة هنا هو مساهمة نقوله والمساهمة في نشر التراث الثقافي للمجتمعات مساهمة كبيرة الاسم الفاعل هنا هو قادرة أي على وزن فاعل زائد التاء إذن الفعل الماضي هنا هو سجلت فعل ناسخ أصبح مبتدأ الإعلام مفعول مطلق مساهمة اسم الفاعل هو قادرة على وزن فاعل زائد التاء الآن الجزء الثاني اللوظية الإدماجية السياق رأيت أن زميلك المجتهد المتفوق في دراسته في القسم يتصف بسوء السلوك مما جعل الكثير من أساتذة وتلاميذ ينفرون منه التعليم الآن اكتب فقرة تبين فيها ضرورة تحلي صاحب العلم بالخلق الرفيع ودوره في تقويم المصاري الأخلاقي للإنسان نبدأ في الوضعي الإدماجية العلم أساس تطور العالم فهو معظم في كل ملة وبه تقوم قواعد كل نحلة بنوه سادة ولأهل الدنيا والآخرة قادة مذاكرتهم زيادة ومجالستهم عبادة ولكن كل هذا لا يعني إهمال الجانب الأخلاقي فأخلاقك كتاب يقرأك الناس من خلاله فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكالم الأخلاقي تعتبر الأخلاق أساسا لجميع التعاملات البشرية فهي ما يميز الإنسان ويسم به عن بقية المخلوقات الأخرى ومن هنا فالأخلاق نور مصباح العلم الذي لا يمتشر نوره إلا بها وإن قال قائل بأن العلم قائم بلا أخلاق ودعم قوله هذا بالشواهد والأنثلة نقول إنه علم مؤقت وزائل لا محالة لأنه يفتقر للأساس المتين الذي وجد ليحميه من الإنهيار وهو الأخلاق فقد قال أمير الشعراء أحمد شوقي وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا وفي النهاية بالتوفيق ومع السلامة وأتمنى أني كنت عند حسن ظنكم ترجمة نانسي قنقر